سيد المستشار عايزة سأسهل معليك يا ترى القضاء العرفي هل لي ضرورة دلوقتي في مصر بعد التكدس القضايا ولا حضرتك شايفه ازاي هو اكيد ليه ضرور كبير جدا في تخفيف العبء على كهل المحاكم وعلى كهل القضاء بسبب زيادة الخصومات اللي منتشر حاليا في المجتمع لكن هو من المفهوم الدقيق يعني امام المحكمة ما قدرش اقول قضاء اطلاقا ما ينفعش اقول قضاء لان القضاء ده احد مظاهر السلطة اللي بتمارسها الدولة نسميه مثلا تسوية منازعات ممكن تسميه تسوية لان كلمة قضاء ده احد مظاهر سلطات الدولة اللي بتبشرها الدولة بتطبيق القانون من خلال جهاز القضاء التابع لها الدولة هي اللي بتبشر هذه السلطات وهذه الصلاحيات كلمة ان نقول ان في قضاء موازي معنا كان يبقى فيه امن موازي هيبقى فيه على هيبقى فيه نقابات كل الكلام ده ما ينفعش حضرتك رافد لان نسميه قضاء لا نضبط المصطلحات لان بقليه مصطلح قانوني بقليه اثار قانية فيها بعد بالتأكيد ان النهاردة ما اقول قضاء موازي اي حكم هيطلع منه انا اعتقد ان هو حكم سليم لا فيه حاجات لينا عليها تحفظات وفيه حاجات بيقدي فيها دور بارز خلينا نقول ان هي دور كبير جدا ودور هام في التسوية في المصالحات يعني بعيدا عن المسمى واختياره المضمون نفسه جاي اختياره مهم جدا لانه بيأثر بعد كده يعني النهاردة ما تيجي ناسا بتتكلم على القضاء العرفي اصدر حكمه بالابعاد الابعاد ده اصلا مرفوض دستوريا والدولة ما تقدرش تبعت حد ولا ما تصيق عليها العلامة حول الانسان ما فيش حاجة اسمها ابعاد في القانون رغم ان هو قد يكون فيه مصلحة المتهم لكن قانونا ما اقدرش هرب تبع عليه اثر قانوني يخلص ودي يتم اتفاق عليه ودي لكن ما اقدرش اقول قضاء دورهم بيبقى مهم جدا في عمية التسوية تسوية منازعات الاكتر المجال الخصب لها هو المنازعات المدنية زي المنازعات على الاراضي المنازعات الايجار المنازعات التركات بيلعب دور بارس جدا في ان هو biحل هذه الازمات وبيكون لها دور مهم جدا في التسوية هنا لما بيتم التسوية بيكون الطرفين موقعين قبلها على التزام بهذا الحكم بعدها ما فيش مجال لليجوء للمحكمة للموضوع خلص لو كانوا لجوا المحكمة في البداية وتم التصالح عن طريق القضاء العرفي او الليجاني التسوية محكمة ممكن تاخد بيه لان ما فيش مشكلة بالنسبة للقانون لعقد شريعة المتعاقدين طالما اتفقوا اتفاق لا يخالف الدستور ولا يخالف القانون ولا نظام العام لدي كلها قواعد اميرة ما فيش اي مشكلة في النواحي المدنية يتم الاخذ بهذه التسويات ومحاضر التسويات بصرف نظر هي اسمها حكمة او اسمه تسوية او مصالحة هيعتمد بيها لكن في الجنائي ما هواش ملزم بالصورة اللي ساعتك اللي ساعتك قلتها ورد عشان هاخدها في اطارها الالزام والمحكمة الملتزمة او مش ملتزمة مدني بنسبة كبيرة جدا جدا ملتزمة ديناي لازم نفرر بيها بالاخوان المعايا